مرحبا برج الجوزاء هذه قراءتك العامة رح نلقي فيها نظرة عامة على الصعيد المهني أو المالي عندنا أيضا الوضع الصحي العاطفي ورح نختمها بأي أخبار أن تتوقعها أو ترتقبها في هذا الشهر وأيضا لدينا أول كرتين تبع الطاقة العامة لديك الكثير من الطاقة المائية وكرت الموت وهو أيضا برج العقرب أرى أنك كنت مستقر بسبب ملك الأكواب كنت مستقر على وضعك لفترة طويلة مرتاح فيه في الوظيفة في المال في الدخل كعندك نوع من الاستقرار ثابت على وضع معين لمدة طويلة ولكن هذا الوضع رح يتغير تغيير شامل تغيير جذري ولكن إيجابي أكثر الناس لما تشوف كرة الموت تخاف أو تعتبره شيء سيء هو والبرج ولكن هو تغيير لابد منه أحس أنك صار لك فترة تنتظر تطورات معينة تأتيك على الصعيد المالي من أجل أن تحقق لنفسك الاستقرار الأسري الارتباط الشراكة كأنه في عندك شرط أن أول تحقق ذاتك تستقر ماليا من أجل أن تحقق الشراكة الفعلية على الصعيد العاطفي فالتغيير الشامل آتي لمحالة احتمال أنه يضايقك شوي في البداية تعتبر أنه تغيير كبير في فترة بسيطة احتمال مثل الترقية تكون أو طلب زيادة على تجارتك على أعمالك على وجودك فرح تكون مثلاً لمشغول لأنك كنت مرتاح في وضعك السابق رح تعتبر أنه كأنه يعرقل روتينك اليومي لأنه رح هذا التغيير رح يأتي مع مسؤوليات زيادة سيكون له ثمن هو فعلاً سيأتيك بدخل زيادة استقرار زيادة حب زيادة في حياتك يفتح لك أبواب جديدة ولكن ستحس أنك أصبحت أيضاً مشغولة زيادة وراح شوي في البداية أحسك تقاوم التغيير لأنه وصلت لمرحلة ثبت فيها نفسك مرتاح مع نفسك مرتاح في وضعك الحالي كأنك تقول لا خلاص توقفنا عند هذا وهذا كفاية أحسك قانع هذه هي الكلمة قانع بوضعك ومن أجل ذلك لست متحمس ذاك تزود بشأن التغيير القادم في حياتك على صعيدك المالي أرى أن الأموال هذا لدينا كرت العدالة كرت برج الميزان ولكن أرى أن الأموال رح تأتيك من كذا جانب جانبين بالأحرى رح تأتيك من دخل ثابت أنت كنت دائماً متعود عليه وأيضاً رح يدفع لك أموال الناس كانوا مدينين لك فيها حتى مؤسسات كانت مدينة لك بأموال معينة أشخاص تدينوا منك رح تأتيك أموال تدفقهم مع بعض رح يحسسك أنك مش عارف إيش لنت تتصرف مش عارف توازن نفسك لأن أنت متعود مثل ما قلت لك أنت مرتاح مع نفسك متعود أن الأموال تأتيك طريقة معينة من أشخاص معينين ويقف الموضوع عند مبلغ معين ولكن تدفق الأموال من كذا جانب رح شوي يحسسك لفترة ما لأنه رح يبتدي حيكون بالنسبة لك بداية فرح شوي تفقد توازنك أحسك ورح تكون مثل اللي قاعد تقارن نفسك بالآخرين على الصعيد المالي رح تحس أن لديك الكفاية ولكن في نفس الوقت هي طاقة غريبة بالنسبة لك لديك الكفاية وتأتيك الأموال ولكن دائما قاعد تحس أنه ما عندك كفاية أنه لحد الآن ما وصلت إلى مرحلة النجاح أو ما وصلت إلى مرحلة الختام أو المرحلة اللي إذا ملكت هذا القدر من الأموال تستطيع أن تفعل كل ما تشاء لديك الأموال تارو يخبرك أنه رح تأتيك الأموال ولكن أنت مو قاعد تشوفها كخماسيات حتى أنت قاعد تشوفها كميزان أنك قاعد تستلم ما عملت من أجله أو اللي الأشخاص مدينين لك فيه ما قاعد تشوفها كفرصة أنك تستثمر تنمو الأوضاع قاعد تتحسن في احتمال أنك شوي تكون متشائم أو شوي قاعد دائما عندك إحساس بالقلة ودائما تحس أن الآخرين يملكون أكثر منك ولكن هذا مجرد وهم لأن أنت اللي قاعد مثل اللي تفكر هاي التفكير أو تلقم نفسك هاي الطريقة من التفكير احتمال الناس اللي قاعد تتقارن نفسك فيهم لا يملكون أكثر منك وليس أداءهم أيضا أفضل منك ولكن كنت في مرحلة انتظار وما تستحقه والذي من حقك سوف يأتيك على الصعيد الصحي مو أشوف أنه عندك أي مشاكل كبيرة أي مشاكل جدية أي مشاكل يعني تستاهل أنك تقلق من أجلها ولكن أحسك غير راضي عن احتمال أسلوب حياتك أو نمط نمط التغذية عندك شكل جسمك وزنك عندك شوية عدم ارتياح مو كبير لدرجة أنه يهدد سعادتك ولكن موجود بشكل صغير أشوفك تبحث عن التطوير والتحسين ودائما تفكر أنه أنت في السابق كنت أفضل احتمال أنك في السابق كنت تتمرن تحتم بأكلك تعمل نوع من أنواع الرجيم عندك نمط غذائي معين تخليت عنه فتحس حاليا أنك مو في أفضل حالة جسمانية ولديك أيضا ملكة السيوف وهي طاقة الأبراج الهوائية برج الدلو بالتحديد ممكن يكون أيضا الميزان أو أنت الجوزاء فأرى أنك أنت هذا عدم ارتياحك يجب عليك أن تأخذ قرار بشأنه يعني حان الوقت أن أنت فعلا تبتدي في التغيير لأن طالما كنت تحلم فيه طالما كنت تحلم مثلا أو تقول أنك راح ترجع للجيم أو تعمل رجيم يوم الأحد قد دائما تقول أنك راح تعدى النمطك الغذائي حان الوقت يتاري يخبرك حان الوقت لإحداث تغييرات كبيرة عشان أنت تكون مرتاح مع نفسك لأن هاي الطاقة تقول لك الناس مو مهتمين هذه عدم ارتياحك الشخصي من نفسك ليس حكم الآخرين هو ما يسبب لك عدم الارتياح وإنما نظرتك الشخصية لنفسك فإذا في أي شيء أنت مو مرتاح معه في جسمك في تغذيتك في طريقة أكلك نظمه أحدث التغييرات رأي عليك أن تكون جاد مع نفسك إما تحدث التغييرات وإما أن تتوقف عن التأفف أو الملامة أو التدمر توقف عن التدمر يقول لك أحدث التغيير أو توقف عن التدمر على الصعيد الصحي على الصعيد العاطفي مثل ما قلت لك أنت راح تروح من خمس الخماسيات إلى ست الخماسيات طاقة أرضية عندك أو ترابية أرى أنه مثل ما قلت لك الأموال راح تظل تأتيك تتدفق إليك بشكل مستمر بشكل ثابت من كذا مصدر أشخاص مدينين إليك بالإضافة إلى دخلك المعتاد بالإضافة إلى شيء زيادة قاعدت تسوي تحاول أنك تدخل منه أموال الأموال راح تظل تأتيك ورح تتطور في شهر أبريل وتتحسن إلى درجة تحس فيها جدا بالاستقرار تحس فيها بالرفاهية يعني راح يتغير الحمد لله وضعك من الطاقة الأولية هذا الشيء راح يغير تفكيرك بخصوص العلاقات الحب راح تحس أنك أوكي حان الوقت أني أفكر بشكل جدي بالارطباط أني إذا كنت أنت الرجل إحتمال أنك تبتدي توفر الأموال من أجل الارطباط أو الزواج أو راح تحس بثقة أكبر أنك تبدأ إعجابك تجاه شخص معين التقيت فيه واحتمال أنك تلتقي فيه أيضا في أبريل أرى أنه في أحد راح تقع عينيك عليه وإذا كنت أنت إمرأة الجوزاء إحتمال أن هذا الشيء التطور المهني أو المالي أو الاستقرار راح يخليك مستعد أكثر للحب متطلع أكثر للحب والارطباط والشراكة والإبناء لدينا أيضا هاي الطاقة طاقة الأمومة راح تكون الاستقرار المادي بنسبالك هو اللي راح يدفعك أن تبحث عن أشياء مختلفة في الحياة مشاريع جانبية أو الشراكة كزواج وحب وعاطفة راح تكون جدا مستعد ومتطلع إلى المرحلة القادمة بإذن الله الأخبار القادمة إذا أنت أبدأت إعجابك أو أحد أبدأ إعجابه فيك فتأكد أن في الفترة القادمة في لقاء في لقاء عندك بشخص جدا مهم إذا كنت تنتظر لقاء معين بخصوص ترقية فتوقع الأفضل لأن اللي في هذا الكوب عندك الكوب الواحد رقم واحد اللي في هذا الكوب راح يفوق توقعاتك إذا كنت تنتظر احتمال خبر معين بخصوص ترقية مثل ما قلت لك راح يكون شهر أبريل شهر جدا مبشر بالخير الأشخاص اللي في محيط عملك أو تجارتك راح يلاحظون إبداعك راح يلاحظون فعلا يرون قيمتك أنت شخص صاحب قيمة بالنسبة لهم ولكن هاي الفترة بالذات راح يتأكدون من قيمتك في محيطهم وإذا كان اللي تنتظر حب أو علاقة عاطفية ففي مثل ما قلت لك بداية الاستقرار المادي راح إما أن تقع عينك على شخص أو شخص تقع عينه عليك أرى أن الشخص الثاني هو اللي راح يختارك مثل اللي ينظر إليك يعرف أنه وجد الشريك المثالي لكي يبني معاه ويأسس معاه أسرة ومستقبل وحياة بعد ما يقع عليك أنت احتمال ما تكون متأكد عندك غصنين ما تكون متأكد بخصوص هذا الشخص نوايا أو مكانه في حياتك الكوب هذا هذا الشخص أداء في حياتك راح يفوق توقعاتك راح يكون أفضل من المكانة البسيطة اللي أنت حطيتها لها يعني أشوفك هنا أنت مستعد أنك تجازف من أجل الحب ولكن هذا الشخص متأكد من الحب يفوقك يعني في التأكد والعطاء يعني أنت احتمال يمكن ولكن هو بالنسبة له أن أنت الشخص المناسب وجودكم مع بعض يحس أن الشيء الصحيح يعني يحسك أن أنت السول ميت تبعه راح أسحب لك الآن كرتين كرت واحد تبع النصيحة لشهر أبريد برج الجوزاء نصيحة أخيرة برج الجوزاء برج الجوزاء مثل ما قدت لك في البداية عندك الكثير من الطاقة المائية طاقة المشاعر وأيضا برج العقرب أتوقع أن الرسالة لك لما يحدث عندك البزوغ يعني رح تظهر فعلا بوادر النجاحات المادية عندك لا تهرب أو تكون متشائم بخصوص الحب لأن الحب أرى أنه يأتي في طريقك بعد النجاح المادي بعد الاستقرار المادي بعد ما أنت تكون مرتاح ومستقر مع نفسك فعلا احتمال أن عدم ارتياحك من نفسك وجسمك هاي الفترة هو اللي يوقفك من تحقيق كل هذا الجانب جانب الاستقرار والحب والعاطفة فمجرد ارتياحك مع نفسك إحداث التغييرات اللازمة أرى أنها الكفيلة بأن تخليك مؤهل أكثر حتى لو الحبيبة والشريك سيأتي في طريقك أو أشياء ممتازة على الصعيد المهني رح تأتي في طريقك أن تكون مرتاح مع نفسك آثنتك بالعربي يعني توقع المصداقية لما تكون مرتاح مع نفسك واضح مع نفسك أنه في فعلا تغييرات من فترة أنت كنت تريد أن تعملها وحان الوقت أن تعملها رح تجذب بشكل أفضل الأمور اللي تترقبها في حياتك ورح أيضا تحب لك كرت تبع ما الذي يجب أن تعرفه يعني مثل خبايا الأمور أيضا من شهر أبريل همس الأرواح أو الروح الهامسة عزيزي الجوزاء هذا بالنسبة لي مثل كرت شبيه بالهاي بريستس مثل قريب من الهاي بريستس أو العالمة في أمور عندك عالقة احتمال من فترة أنت مخلي أمام نفسك شروط جسدية أما لازم أكون بشكل معين أو لازم أكون بمستوى ماضي معين أو لازم أوصل ل ترقية معينة من أجل أن أستحق السعادة هاي الكرت يطلب منك أن تعيد شوي تقييم الشروط اللي أنت وضعتها أمام نفسك من أجل أن تحصل على السعادة السعادة متاحة لك في أي وقت تحت أي ظرف أنت فعلا عندك طاقة إيجابية رايح نحو الأفضل ولكن مش شرط أنك ما تبتديت تحس بالسعادة من الآن وتبتدي فعلا تعيش أنك سعيد كأنما أنت ملكة الأشياء اللي فعلا آتيها في طريقك قبل أن تأتي وأيضا لديك نوع من القيادة الروحانية أو الربانية مثل ما نقول نحو هدفك فكون مرتاح عزيزي برج الجوزاء في شهر جدا مبشر بالخير بالنسبة لك فكون مرتاح عزيزي فكون مرتاح عزيزي